فريق من لعبي كرة القدم يحمل اسم سريانا أسسه شاب سوري في بلجيكا لإلقاء الضوء على المهاجرين ومساعداتهم على الاندماج في مجتمعهم الجديد هذا الفريق هو مزيج دولي من سوريا والعراق وفلسطين وافغانستان وافريقيا شكله آدم زروق تكريما لبلدي سوريا التي هرب منها في عام 2011 في بداية الحرب الاهلية قبل ثلاث سنوات بينما كان لا يزال يحاول التأقلم على حياته الجديدة في بلجيكا كتب آدم على الفيسبوك منشورا يقول فيه أنه يبحث عن لعبي كرة قدم من اللاجئين كانت الاستجابة غير متوقعة إذ حضر 250 شخصا للاختبار في ملعب لكرة القدم 40 منهم نجحوا في الاختبارات وأصبحوا من أوائل اللاعبين في نادي سريانا أردت أن أفعل شيئا في بلجيكا يظهر أن لدينا أشخاص موهوبين ونريهم أننا قادرون على القيام بالكثير من الأشياء ولدينا لعبون جيدون في كرة القدم ونود كذلك أن ندمج أنفسنا في المجتمع البلجيكي ويمل آدم في أن يثبت من خلال نجاح الفريق أن اللاجئين مصدر قوة وأن يساعد الفريق الشباب اللاجئين على الانخراط في بلدهم الجديد ترجمة نانسي قنقر